موسيقى خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جامبيا موسيقى وزراء الخارجية العرب يدينون محاولات انهاء او تقليص دور الانروا في فلسطين موسيقى الجيش اليمني يقطع خط الامداد عن الحوثيين بين صنعاء والحديدة ويكبدهم خسائر كبيرة موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم يوم شاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة بكم وإليكم نشرة السادسة تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على سعود حفظه الله ورسالة خطية من فخامة رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو وقام بنقل رسالة لخادم الحرمين الشريفين يده الله معالي وزير الخارجية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الجامبي مامادو تانجارا خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة رئيس الجامبي فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديواني الملكية الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان كما حضره المستشار بمكتب رئيس الجامبي لامين ساني وسفير جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالة رأى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للسجون أمس حفل إعلان الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون وذلك في إصلاحية جدة بذهبا فور وصول سموه افتتح قاعة المؤتمر المؤتمرات الرئيسة بالإصلاحية قد نوه مدير عام السجون بالدعم غير المحدود الذي تلقاه المديرية العامة للسجون كحال بقية القطاعات الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية العامة للسجون جاءت لتعزيز مفهوم الأمن وبناء منظومة تأهيل وإصلاح للنزلاء بعدها شهد سموه زر الداخلية فيلما وثائقي عن الخطة الاستراتيجية للسجون وما تشمله من محاور ثم دشن سموه عددا من المبادرات شملت برنامج ثقة المصمم لتأهيل النزلاء الذين تبقى على محكوميتهم ستة أشهر ومبادرة مراكز الأعمال الخاصة بتسهيل إجراءات نزلاء حقوق المطالبات المالية بعد ذلك شهد سموه توقيع اتفاقية تأسيس كراس بحثية للوقاية من الجريمة وذلك بين المديرية العامة للسجون والشركة السعودية للصناعة الأساسية سابك حيث ستدعم الاتفاقية تأسيس ثلاثة كراس بحثية في ثلاث جامعات متخصصة كما شهد وزير الداخلية توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسجون جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحيث تتيح الجامعة لنزلاء الدراسة الجامعية إلى جانب إقامة برامج تدريبية للعملين في المديرية العامة للسجون أكد مجلس وزراء الخارجية العرب في اختتام أعمال اجتماع الدورة المئة والخمسين العادية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أكد رفضه وإدانته لمحاولات إنهاية وتقليص دور وولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها محذرا من خطورة أي قرار من أي دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بخفض أو وقف الدعم المالي للوكالة ودع المجلس في قرار المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض وكالة الأونروا وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لها باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرارات الأمم المتحدة وثمن المجلس دور الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين وفي مقدمتهم المملكة ودولة الكويت الذين ساهموا في زيادة رأس مال صندوقية الأقصى والقدس ووجه مجلس وزراء الخارجية العرب التقدير لخادم الحرمين الشريفين لقيامه بتسمية الدورة التسعة والعشرين للقمة العربية بقمة القدس تقديرا للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وذلك بمقر الإمارة بجدة قد اطلع المجلس على ملامح تنظيم هيئة تطوير المناطق والمدن المتضمن الارتباط التنظيمي والمهام والاختصاصات ومجلس الهيئة وكذلك الصلاحيات والمهام المناطة بالمجلس واللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي كما استعرض المجلس أهداف الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل في المجالات كافة وتوفير احتياجات المدن من الخدمات والمرافق العامة التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء أمس كبار مسؤولي منطقة الرياض وعضاء مجلس المنطقة وعرب سموه خلال لقاع فخري واعتزازه بما وصلت إليه أجهزة الدولة في منطقة الرياض من كفاءة مميزة وتنسيق عالم من الجميع في سبيل خدمة الوطن مشيرا إلى الجهود الأمنية والخدمية والتسهيلات المقدمة والتناغم بين الأجهزة والتنسيق الإداري بين الموظفين بمختلف الجهات في منطقة الرياض كما التقى أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة وأجرى خلال اللقاء تبادل لأحديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم سفير جمهورية نيبال ماهندرا براساد وأجرى خلال اللقاء تبادل لأحديث الودية وبحث عدد من الموضوعات تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لاستياحة والتراث الوطني جائزة التمييز التي منحتها لسموه مبادرة تكريم تقديرا لما قدمه من إنجازات متميزة ورائدة على مستوى الوطن العربي والعالم وعرب الأمير سلطان بن سلمان عن شكره لمؤسس الجائزة والقائمين عليها لمنحه جائزة التمييز مؤكدا حرص الجميع على عمل ما يستطيعون للأجيال وتحفيزهم على العطاء والإبداع في مختلف المجالات دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أكاديمية أوكسفورد للطيران التي ستقدم أحدث ما توصلت إليه وسائل التدريب المتقدمة في العالم هي الأولى على مستوى المملكة أكاديمية أوكسفورد للطيران بدأت عملها في المنطقة الشرقية بعد تدشينها من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز كمرحلة أولى من الكلية السعودية الوطنية للطيران من تأهيل شباب وشابات المملكة العربية السعودية دخول هذه الصناعة يساهم في فتح أفاق وظيفية جديدة ويساهم في المحافظة على هذه الصناعة بالاعتماد على المكانات المتوفرة في أبنائنا وبناتنا في هذا الوضن الغالي مراحل تدريبية يحظى بها المتدربين والمتدربات على مدى ثلاث سنوات للحصول على رخصة العمل في شركات الطيران الآن عبارة عن برنامج الآيلت بالإضافة لمادتها الرياضيات والفيزياء وإن شاء الله عاستان الجاي يبدأ التدريب ندرس إنجليزي لأن لازم تكون لغتنا ممارة بيرفكت في الإنجليزي والقدم أفضل إن شاء الله والله انطراقة ممتازة جدا من ناحية هو الأفضلية كومبا الإنجليزي تمام وهو حارسين جدا على الإنجليزي بشكل كبير بحيث إنه لو ما نصت المهنة أنك تماسه وانت مستقبلا ما تشتكي من أي شيء وتميزت الانطلاقة الأولى بتوقيع خمس اتفاقيات بين شركات الطيران المحلية والأكاديمية لتخريج طيارين ومهندس صيانة من الجنسين علي الشهري الدمام حث صاحب السمول أمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على سرعة إنجاز مشاريع الإسكاني بالمنطقة في ظل الاهتمام والعناية والدعم السخي من القيادة الحكيمة لقطاع الإسكان جاء ذلك خلال الطلاع سموه اليوم على تقرير عن مبادرة إيجار التي أطلقتها وزارة الإسكاني قدمه مدير فرع الوزارة بالمنطقة مانع السكور حيث بيّن طبيعة هذه المبادرة في تنظيم سوق القطاع العقاري التأجيري بين أطراف العلاقة المتمثلين في الوسيط العقاري والمالك والمستأجر التي تجري متابعتها داخل منطقة نجران من خلال 153 مكتبا عقاريا من جهات الأخرى قلد صاحب السموه لامير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة مدير إدارة الشؤون القانونية بشرطة المنطقة العقيد الضافر الثابت رتبته الجديدة بناء على الأمر السامي وهناء سموه العقيد الثابت بالثقة الكريمة بترقيته إلى الرتبة الجديدة أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة أن على كل من يعمل في هذه المنطقة ترجمة طموح وتطلعات القيادة بكل إخلاص وأمانة وضحا سموه خلال ترأسه أمس جلسة مجلس المنطقة للعام المالي الحالي أن إيسان هذه المنطقة هو الشريك الحقيقي في تنمية المكان وبناء الإنسان في منطقة الباحة نقش الأمير حسام بن سعود والحضور الموضوعات المدرجة على جدو الأعمال المتعلقة بتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها المنطقة في المجالات التنموية كافة مطلعا على محاضر لجان الإدارات الحكومية واللجان المنبثقة عن المجلس التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل لمساء أمس اللواء عبد العزيز العضاض بمناسبة تعينه مدير للدفاع المدني بالمنطقة حائل ومدير الدفاع المدني السابق بالمنطقة اللواء ناصر النهاري رحب سموه باللواء العضاض متمني أن تشهد خدمات رجال الدفاع المدني بمنطقة حائل مزيدا من التطور والارتقاء مقدم شكره لللواء النهاري على جهود وإخلاصه خلال فترة عمله بالمنطقة التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير أمس مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي الكركمان يرافقه مدير إدارات التعليم بمحافظات المنطقة واستمع سموه خلال لقاء إلى شرح موجز عن سير العملية التعليمية في مراكز ومحافظات منطقة عسير خصوصا المحافظات الواقع على الشريط الحدودي ومدارس التوأمة والبرامج التي تسهم في نمو المهني لدى المعلمين ورفع المستوى التحصيلي لدى الطلاب رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبي في الإمارة أمس الاجتماع الشهرية لللجنة العليا لدعمه ومساندة تفقد المشاريع وطالب سموه اللجنة باستمرار تعاون أعضائها من مديري الإدارات الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لدعمه ومساندة الجهات الحكومية خاصة الخدمية منها في سرعة تنفيذ المشاريع وبجودة عالية من جهة أخرى التقى أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم الرئيس التنفيذية للشركة السعودية للخطوط الحديدية دكتور بشار المالك يرافقه عدد من مسؤولي الشركة واطلع أمير المنطقة خلال الاستقبال على آخر استعدادات شركة سار وترتيباتها لإطلاق خدمة نقل الركاب بالمنطقة بدءا بمحطة الجوف التي تعد ضمن ست محطات للركاب في خط الشمال تجمع كل من الرياض والمجمعة والقصيم وحائل بالإضافة إلى القريات التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بن نيابة بمكتبه أمس مدير عام التعليم بجازان الدكتور عسيري الأحواص وعددا من منسوبي الإدارة والسمع الأمير محمد بن عبد العزيز خلال اللقاء لشرح مفصل من مدير عام التعليم بالمنطقة عن الخدمات التي تقدمها الإدارة لخدمة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بمختلف المدارس التابعة للإدارة بعدد من المحافظات ومحققته الإدارة من إنجازات ومشروعات تعليمية وما نفذتهم من برامج استحقت على إثرها العديد من الجوائز خلال العام المنصر كما التقى أمير منطقة جازان بن نيابة مدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله الحازم وعددا من منسوبي وطلاب الإدارة وهنأ سموه مدير تعليم صبيا ومنسوبي الإدارة بمناسبة تحقيق الإدارة لثلاثة مراكز أولى في جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز متمني للجميع دوام التفوق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن في شتى المجالات والتقى أمير منطقة جازان بن نيابة شيخ شمال المخلاف والملحاء الشيخ العابد النعمي ومشايخ المخلاف بمحافظة صبيا جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم المراكز والقرى التابعة لهم واحتياجاتها من المشروعات الخدمية والتنموية شارك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارية الشيخ الدكتور خالد اليوسف اليوم في اجتماع لجنة التسيير والجمعية العامة لرابطة أمناء المظالم في منظمة التعاون الإسلامي والمنعقد بالخرطوم بجمهورية السودان ويأتي اجتماع اللجنة لمناقشة تنظيم منظمة أمناء المظالم لدول منظمة التعاون الإسلامي ومناقشة الترتيبات لمجلس إدارة المنظمة وعرضه على اجتماع الجمعية العمومية التي ستنعقد العام القادم اجتمع معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله الحسين اليوم بسفير مملكة النرويج لدى المملكة أوفيندستوكا ناقش الاجتماع المجال الإعلامي وتبادل الأخبار بين وكالتين الأنباء في البلدين ثم اطلع سفير مملكة النرويج على سير العمل في إدارات واس وأقسامها وقعاتها والمركز الإعلامي نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل منظمة التعاون الإسلامي تؤكد أهمية إحلال السلم بين أضياف الشعب الأفغاني مرحبا بكم من جديد أكدت منظمة التعاون الإسلامي أهمية جهود حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية في الدفع باتجاه إحلال السلم والأمن والوفاق بين أطياف الشعب الأفغاني وإيجاد حل يحقق السلم الدائما في البلاد امتدادا لدعم المملكة العربية السعودية للمبادرات التي تعزز السلم وإحلال الاستقرار طلبت المملكة من منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين في المنظمة لدعم السلم والاستقرار في جمهورية أفغانستان هذا الاجتماع هو لمتابعة ما تم من توصيات وتحويلها إلى برنامج عمل مستمر في قادم الأيام الهدف الثاني هو تحويله من مؤتمر للعلماء في جانبه الشرعي إلى الجانب السياسي حتى يمكن اتخاذ قرارات مهمة تخص أفغانستان معروف أن قيادها في أفغانستان تقدمت بمبادرة وهي الجلوس على طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة مع جميع الأطياف والمكونات الأخرى في المجتمع الأفغاني وهي مبادرة أيضا دعمتها المملكة العربية السعودية كما تعلمون في عيد الفطر المبارك في تلك الأيام هذا الاجتماع أتى بعد أن أسفر المؤتمر الدولي لعلماء المسلمين في أفغانستان والذي احتضنته المملكة عن نتائج إيجابية تم تدوينها في إعلان مكة الذي ركز على شقي المصالحة ووقف العنف سبل السلام والأمن والاستقرار ووقف قتل الأبرياء وإراقة دماء البشر المعصومة دون استثناء هدف أصيل ترمي له مثل هذه الاجتماعات وتسعى لتحقيقه محمد عبد جدة في الشأن السوري تستمر التحذيرات من هجمات قوات نظام السوري وداعميها على محافظة إدلب والمناطق المجاورة لها والتي تشهد موجة نزوح كبيرة خشية القصف وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد عمليات قصف صاروخي نفذتها قوات نظام الأسد اليوم حيث طال القصف بلدة التمانع ومحيط منطقة الخزانات بريف إدلب الجنوبي وأماكن بالقرب من تل واسط بسهل الغاب في الشأن اليمني تواصل القوات الشرعية تقدمها الميداني في محافظة الحديدة مكبدة ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإيرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث تمكنت القوات الشرعية من قطع الخط الرابط بين المحافظة وصنعاء وفرض سيطرتها على خط كيلو 16 بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيا الإنقلابية يأتي هذا التطور الميداني في الوقت الذي تستعد فيه قوات الجيش لإطلاق أكبر عملية عسكرية على محافظة الحديدة وشارع الكورنيش وجامعة الحديدة سياسيا أكدت الكويت أن تغيب ميليشيا الحوثي الإنقلابية مدعومة من إيران غير المبرر عن المشاركة في جولة مشاورات جنيف حول اليمن كان بمثابة حلقة في مسلسل انتهاكاتهم المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وعدم التزام بقرارة الشرعية الدولية المتمثلة بقرارة مجلس الأمن ذات الصلة أشددت الكويت خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن حول اليمن مساء أمس على ضرورة طلاع المجلس بمسؤولياته في إجبار ميليشيا الحوثي الإنقلابية على التنفيذ الكامل لهذه القرارات ختام نشرتنا تذكير بأبرز العنوين خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جامبيا مزراء الخارجية العربي يدينون محاولات إنهاء أو تقليص دور الأنروى في فلسطين الجيش اليمني يقطع خط الإمداد عن الحوثيين بين الصنعاء والحديدة ويكبدهم خسائر كبيرة شكرا لكرم المتابعتكم تحيط لكم من كافة الزملاء ومني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته